بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي ونواصل شرح وحل تدريبات مادة اللغة العربية وقد وصلنا إلى نص المعلوماتي العلوم والتكنولوجيا وكمنا بشرحه في الفيديو السابق ارجع عليه وتابع الشرح حتى تفهم هذا الحل أكثر نقوم في هذا الفيديو بحل أنشرة الأضواء كذلك بعده تطبيقات متحررة وختاما نقوم بتحليل وحل أسئلة اختبر نفسك كل هذه التدريبات نقوم بحلها في هذا الفيديو فتابعه حتى النهاية حتى تفهم الدرس أكثر وأكثر ولكن في البداية لا تنسى الاشتراك في القناة إلا تكون قد اشتراكت كذلك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو اعمل إعجاب اعمل لايك للفيديو وكذلك لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين اعمل مشاركة وشير مع أصدقائك حتى يستفيدوا منه أيضا افعل ذلك الآن وتابع معي هذا الحل الأنشطة النشاط الأول في عصرنا الحديث تلعب التكنولوجيا دورا حاسما قلنا يعني تؤدي يعني دورا رئيسا ومهما في تطور العلوم والتقدم البشري من خلال التكنولوجيا تمكن البشر تمكنوا يعني استطاعوا من التوصل إلى مستويات جديدة من المعرفة والاكتشافات العلمية وهو ما يؤثر بشكل كبير على حياتنا يعني يحدث تغيير كبير في حياتنا ومجالاتنا المختلفة تمتاز التكنولوجيا بقدرتها على تحسين الكفاءة تحسين الكفاءة يعني القدرة وتسهيل العملية البحثية وتوفير أدوات ومنصات لمواقع الإنترنت التفاعلية للتواصل والتبادل العلمي تعد التكنولوجيا محركا أساسيا للتقدم العلمي سبب من أسباب التقدم العلمي هي توفر أدوات وتقنيات تمكن العلماء والباحثين تمكنهم يعني تساعدهم على أو من توسيع آفاقهم الآفاق باقتصار المعارف وتحقيق اكتشافات جديدة بفضل التكنولوجيا تم تسريع عملية البحث والابتكار في مجالات متعددة إذن نبدأ مع الأسئلة كلمة حاسما المراد بكلمة حاسما كما قلنا هي معناها فاصلا وقاطعا ولكن مراد رئيسا ومهما مضاد تمكن عكس كلمة تمكن إحنا قلنا تمكن يعني استطاع يبقى إذن عكس استطاع العجز ومفرد كلمة الباحثين الباحث هكذا بكسر لي الحال السؤال التالي أكمل تلعب التكنولوجيا دورا حاسما في ماذا؟ في تطور العلوم هذا أولا كذلك التقدم البشري باذا نكتب هذا هنا تعد التكنولوجيا تعد ماذا؟ للتقدم العلمي كما قلنا هي تعد محركا أساسيا محركا أساسيا للتقدم العلمي إلى ما توصل البشر بفضل التكنولوجيا توصلوا طبعا إلى مستويات جديدة توصلوا مستويات جديدة من المعرفة والاكتشافات العلمية إذن توصل العلماء أو البشر بفضل هذه التكنولوجيا توصلوا إلى ماذا؟ توصلوا إلى مستويات جديدة من المعرفة وكذلك الاكتشافات العلمية نكتب هذا في رقم جيم هنا كيف تفيد التكنولوجيا؟ العلماء والباحثين طبعا تفيدهم في ماذا؟ في توسيع آفاقهم وتحقيق اكتشافات جديدة نكتب هذا في رقم جيم ضع خطا تحت الفعل المضارع وأيضا الفعل المضارع شرحناه كاملا شرحنا حالة الرفع وحالة النصب وحالة الجزم كل هذا موجود على القناة ودخل على قائمة تشغيل الخاصة بالصف السادس في اللغة العربية تجد دروس كاملة مرتبة ضع خطا تحت هذا الفعل المضارع في هذه الجملة هو أعربه المسافر لم يركب لم أدت جزم يبقى إذن ما بعدها فعل مضارع مجئزوم وعلامة جزم السكون لماذا؟ لأنه صحيح الآخر يعني آخر هو حرف صحيح ليس حرف علا ننتقل إلى النشاط الثاني في مجالي الطب قديما في الماضي كان التشخيص الطبي التشخيص الطبي يعني التحديد والتعيين بإذن التشخيص بمعنى التحديد أو التعيين اللي هو يعني تحديد المرض يعني من خلال الأعراض طبعا يعتمد بشكل كبير على الأعراض المرضية الأعراض اللي هي أشياء اللي بتظهر في الظاهر طيب الأعراض المرضية وكذلك طبعا الأعراض يبقى إذن مفردها العرض مفرد الأعراض العرض هكذا بفتحات وكان يسبقه يسبق ذلك قديما أيضا كان يسبقه التعامل مع بعض الأمراض بالعلاج من خلال الأعشاب يعني يتعب شوية فياخد أعشاب أما في العصر الحديث تقدمت التكنولوجيا الطبية بشكل كبير حيث أصبح بإمكاننا استخدام الأشعة السينية التصوير بالرانين المغناطيسي والأشعة المقطعية كل هذا للكشف عن الأمراض وتحديد التشخيص بدقة أعلى وزيد على ذلك أشكالا من التكنولوجيا غيرت شكل الطب كاتباعة ثلاثية الأبعدلين مجسمة وقد أفادت وبخاصة في مجال الأطراف الصناعية أطراف الصناعية بشكل مواقعي للغاية بعد ذلك تكلم عن تكنولوجيا النانو وهي متناهية الصغر دخلت طبعا في علم الطب لتحدث ثورة حقيقية في التشخيص فقد تم استخدامها للكشف السريع عن الإصابة بفيروس كورونا بعد ذلك تكنية الهوليجيرام وقد استخدمها أطباء التشريح تخصص فهي تسمح لهم برؤية جسم الإنسان ثلاثي الأبعد مجسم أمامهم بالكامل وفهم تشريح القلب يقدروا يشرحوا القلب بكل بساطة من خلال هذه التقنية كما تطورت التقنيات الجراحية لتشمل الجراحة الروبوتية التي يكون بها الروبوت وعمليات القلب المفتوح أيضا ببسطة الروبوتات يبقى إذن التشخيص التحديد أو التعين طبعا مضاد كلمة حقيقية ثورة حقيقية يبقى إذن كما كنا خيالية ارجع إلى درس الشرح مهم جدا ذكرنا فيه كل هذه المعاني والمفرد والمضاد يعني سوف تستفيد وزدنا عليها أيضا طيب يبقى إذن كلمة حقيقية عكسها خيالية بعد ذلك أو كما كنا زائفة زائفة يبقى إذن يمكن هذه أو هذه ضعلمات صح أو خطأ كان التشخيص الطبي قديما كان يعتمد على الأدوات والأجهزة طبعا هذا خطأ كان قديما كما كنا يعتمد على الأعراض المرضية وأيضا للأعشاب استخدمت تكنولوجيا النانو في الكشف السريع عن إصابة بفيروس كورونا نعم إجابة صحيحة غيرت التكنولوجيا طريقة التشخيص والكشف عن الأمراض في العالم كيف ذلك؟ كما كنا تكنولوجيا النانو هذه هي كلنا من خلال من خلال ماذا؟ تكنولوجيا النانو طبعا من خلال هذه الأشياء الحديثة طبعا هذه غيرت التكنولوجيا عموما وليس تكنولوجيا النانو غيرت التكنولوجيا طريقة هذا السؤال السابق غيرت التكنولوجيا طريقة التشخيص والكشف عن الأمراض في العالم كيف ذلك؟ من خلال الأشياء التي ذكرناها تم استخدام الأشعة السينية التصوير بالرانين المغناطيسي وبالأشعة المقطعية كل هذا الكشف عن الأمراض وتحديد التشخيص طبعا بدقة أعلى وكذلك تم استخدامها في الأطراف الصناعية بشكل واقعي للغاية يبقى كل هذا في إجابة رقم جيم بعد ذلك كيف استخدم أطباء التشريح كيف استخدموا تقنية الهوليجيرام طبعا استخدموها في رؤية جسم الإنسان سلاسي الأبعاد أمامهم بالكامل وفهم تشريح القلب أكمل أيضا بفعل مضارع بكل هذه التطبيقات على الفعل مضارع كما شرحناه سابقا طبعا تم الشرح وأيضا حلنا عليه التدريبات بعده أكمل بفعل مضارع مناسب وضبطه الفريق نقول مثلا يتسلم الفريق يتسلم الكأس يتسلم يتسلم الكأس طبعا وضبطه هو فعل مضارع مرفوع لم ترفعي الضمة الظاهرة الطالب لم لم يذاكر الطالب لم يذاكر هنقول لي بقى لم حرف جزم هنا لم يصبب بجزم أو ناصب فلذلك هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمي للسكون لنصحي الأخ إذا نكتب يذاكر هكذا طيب النشاط الثالث في مجالي الفلك علم الفلك من أقدم العلوم الطبيعية حيث يعود تاريخه للعصور القديمة العصور القديمة هو يختص بالأجسام السماوية كالكواكب والنجوم بالإضافة إلى جميع الظواهر التي تنشأ خارج الغلاف الجويل الأرض في الماضي كانت الدراسات الفلكية تعتمد بشكل رئيس وأساسي على الملاحظات المرئية التي ترى بالعين فقط هكذا والتجارب المحدودة القليلة ومع تقدم التكنولوجيا تم تطوير أدوات الفلك المتقدمة مثل ماذا؟ التلسكوبات الفضائية الأقمار الاصطناعية فباك الألف هنا طبعا وصل وإسقاطع في شمزة طيب وأجهزة الاستشعار عن بعد برضو زيهم في شمزة كما تم إطلاق مراصد فضائية تستخدم في رصد يعني مراكبة حركة العديد من الظواهر كالعواصف الشمسية والتي لها تأثير مباشر على الأرض وذلك قبل وصول تلك العواصف إلى الأرض بأيام حتى يتم اتخاذ الاحتلاطات اللازمة اللي هي الاحتلاطات الوقائية هات من هذه الفقرة مرادف طبعا وعايز من الفقرة مرادف كلمة ينفرد طبعا ينفرد اللي هي كلمة يختص يختص بمعنى ينفرد ومضاد كلمة طبعا أحدث هي كلمة إيه أقدم كلمة أقدم كل هذا في القطع وجمع كلمة الظاهرة الظواهر كلمة إيه الظاهرة تبقى إيه الظواهر اللي هي الظواهر لهذه الفضائية بعد ذلك ضع علامة صح وعلامة خطأ يعد علم الفلك من العلوم التي ظهرت في العلم أو في العصر الحديث طبعا خطأ علم الفلك يعني من إيه من أقدم العلوم الطبيعي لا علاقة لعلم الفلك بالظواهر التي تنشأ خارج الظواهر طبعا هذا خطأ أيضا لا علاقة كبيرة ما الذي اعتمدت عليه الدراسات الفلكية قديما الدراسات الفلكية قديما اعتمدت على الملاحظات المرئية والتجارب المحدودة بإذن هذه إجابة رقم جيم هنا اكتب هذا هنا فيما تفيد المراصد الفضائية التي اخترعت مع التقدم التكنولوجي المراصد الفضائية اللي هي تفيد في رصد حركة العديد من الظواهر كالعواصف الشمسية ولها تأثير مباشر على ماذا على الأرض وذلك قبل وصول تلك العواصف بأيام حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك بإذن هذه إجابة السؤال التالي بعد ذلك أكمل عائلة الكلمة وقد تعودنا عليها كثيرا قبل ذلك يعني مثلا كلمة يعود هذا فعل مضارع يبقى إذن ممكن نجعله بالنون مرة مثلا يبقى إذن نعود ممكن مثلا بالإيه بالهمزة هكذا في حالة المتكلم هكذا في حالة الجمع يبقى أيضا أعود يمكن أيضا أن نقول يعود عودة ومسلا ممكن أن نقول عائد أو عائدون هكذا ننتقل إلى النشاط الرابع في مجال الهندسة المدنية في الماضي كانت الهندسة المدنية تركز بشكل أساسي على التصميم والإنشاء اليدوي للمباني والمنشآت كانت العمليات تتم بشكل أكبر بوسطة الحرفيين أصحاب الحرف يعني المتخصصة في البناء والعمال الماهرين بساعد البنة عموما وهكذا طيب مع تقدم التكنولوجيا تطورت العديد من الأدوات والتقنيات التي أسهمت في تحسين العمليات الهندسية على سبيل المثال استخدام الحاسوب وبرامج النمذجة ثلاثية الأمعاد حيث أصبح لما حكتين دول أساسيين في مجال الهندسة المدنية تمكنت هذه التقنيات من تحليل وتصميم المباني والمنشآت بدقة وفعلية أكبر حيث يستطيع المهندسون تجريب فكارهم وكذلك تقييمها قبل البدء في البناء الفعلي بيقدر يقيمها يقيم البناء قبل البناء الفعلي وهو ما يوفر الوقت والجهد ويقلم من التكاليف المادية بالإضافة إلى ذلك تطورت تقنية البناء والمواد المستخدمة في البناء فظهرت مواد جديدة تتميز بالمتانة والمرودة كالخرصانة المسلحة الألواح الزجاجية المواد العازلة الحديث التعزل يعني تفصل وهذه المواد تسهم في تشييد يعني بناء مباني أكثر استدامة وأمانا طبعا مراد في كلمة المتانة المتانة طبعا هي ليست الضخامة وإنما الصلابة والقوة إبازا الثانية والإيه والثالثة مضاد كلمة تشييد التشييد البناء إبازا المضاد الهدم ومفرد كلمة المواد المادة طبعا بتشديد الدال أكمل ما يأتي مع تقدم التكنولوجيا تطورت العديد من الأدوات التي أسهمت في ماذا أسهمت في كما قلنا أسهمت في تحسين العمليات الهندسية هذه هي الإجابة ما الذي اعتمدت عليه الهندسة المدنية في الماضي طبعا اعتمدت على التصميم والإنشاء اليدوي وأيضا طبعا للمباني والمنشآت وكانت العملية تتم بشكل أكبر بوسطة الحرفيين والعمال الماهرين هذا قديما كيف طورت التكنولوجيا تقنيات ومواد البناء المستخدمة أين مواد البناء هنا؟ قلنا أنها أصبحت تتميز بالمتانة والمرونة كالخرصانة المسلحة الألواح الزجاجية والمواد العزلة وأيضا تساعد في تشييد مباني أكثر استدامة وأمانا بعد ذلك اذكر سبب جزمة تكلمنا أيضا قبل ذلك عن جزم الفعل المضارع سبب جزم الفعل المضارع هنا لتنتبه في أثناء حديثك مع والدك لتنتبه تنتبه فعل المضارع طيب مجزوم لماذا؟ لأن هذه اللام هي لام الأمر ليست لام التعليل لام الأمر لام الأمر جزمة إذن سبب الجزم لأنه مسبوق أو لأنه سبق بماذا؟ بحرف جزم وهو لام الأمر وهو لام الأمر أو يمكن أن تقول لأنه سبق مباشرة بلام الأمر والآن مع حل تطبيقات الأضواء المتحررة على هذا النص المعلوماتي طبعا تطبيقات من خارج اليد نص ولكن في نفس الموضوع أيضا تابعها معي حتى النهاية فهي مهمة جدا التكنولوجيا هي مجموعة التقنيات والأساليب والمهارات تقنيات وأساليب ومهارات التي تسهل التعامل في كل مجالات الحياة أو تعريف آخر أو هي تطبيق العلوم والدراسات والمعارف بشكل منظم في ميادين عديدة لتحقيق أغراض ذات قيمة للمجتمع بتفيد المجتمع يعني ويمكن تعريفها أيضا بهذا التعريف الأول هنا التعريف الثاني بتكنولوجيا وهنا التعريف الثالث يمكن تعريفها أيضا بأنها لاستخدام الأمثل اللي هو الأفضل أو الأنسب للمعرفة العلمية وتطبيقاتها وتطويعها لخدمة الإنسان ورفاهيته ومن كل تلك التعريفات نستنتج أن الغرض الأساسي من التكنولوجيا نلاحظ في التعريفات هو خدمة الأفراد ومصلحتهم حتى تعود الفائدة على الفرد والمجتمع وقد دخلت التكنولوجيا في كافة المجالات وغيرت فيها فأصبحنا قادرين على الوصول لأي شيء نرغب فيه بسهولة ويسر من تلك المجالات الطب، الهندسة، الاتصالات، وسائل النقل، التعليم، الاقتصاد وغير ذلك تخيل الإجابة الصحيح، المرد بالكلمة غيرت، معناها طورت، ومضاد كلمة الأمثل، الأسوأ مفرد كلمة الدراسات، الدراسة، الدراسات، الدراسة أكمل ما يأتي من المجالات التي دخلتها التكنولوجيا كما قلنا مجال الطب، الهندسة، الاتصالات، وسائل النقل، التعليم، الاقتصاد الغرض الأساسي من التكنولوجيا كما قلنا خدمة الأفراد ومصلحتهم اذكر تعريفين من التعريفات الواردة للتكنولوجيا بالفكرة يعني هنا طبعا سلاسئ تعريفات ممكن نقول مجموعة التقنيات والأساليب والمهارات التي تسهل التعامل في كل مجالات الحياة أو تطبيق العلوم والدراسات والمعارف بشكل منظم في ميادين عديدة لتحقيق أغراض ذات قيمة المجتمع والتعليف السلس أيضا ما نتيجة دخول التكنولوجيا في كافة المجالات؟ طبعا كان نتيجة ذلك أنها غيرت طبعا فيها غيرت في هذه المجالات غيرت في هذه المجالات فأصبحنا قادرين على الوصول لأي شيء نرغب فيه بكل سهولة ويسر ده خطا تحت الفعل مضارع أيضا وذكر علامة الإعراض لا تدعو إلى الشرط تدعو هنا لكن أصلها هكذا بألواو يبقى إذن هذا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة طبعا الجزم حذف حرف الإي العلة هذه لا الناهية لا ناهية حذف حرف العلة الإي ألواو لذلك نجد الضمة يعني تدل على الواو المحذوف لتقف لتقف احتراما للمعلم لتقف هذه لا ملاي الأمر يبقى إذن هذا فعل مضارع مجزوم بلا ملاي الأمر وعلامة الجزم السكون يبقى هنا حذف حرف العلة حذف حرف العلة وهنا طبعا علامة الجزم السكون ننتقل إلى النشاط الثاني من المجالات التي دخلتها التكنولوجيا وأثرت فيها مجال التعليم وقد أفاد ذلك الطالب طبعا والمعلم معا فالطالب كيف أفادت الطالب أصبح بإمكانه التعلم من خلال الإنترنت مهما كان مكانه ولم يعد مضطرا إلى قطع المسافات من أجل التعلم يعني ممكن يتعلم أولاين كده في البيت في بعض الأشياء كما أنه أصبح لديه مصادر غير محدودة للحصول على المعلومة كالمواقع الإلكترونية القنوات الفضائية التطبيقات الهاتفية كل هذا يصل معلومة بسهولة وغير ذلك أما المعلم بهذا الطالب كيف استفاد المعلم فقد أصبح يستطيع متابعة طلابه بكل سهولة وإرسال الشرح أو المادة العلمية إليه من خلال بعض البرامج فأوقات مختلفة من خلال هاتفه أو حاسوبه الشخصي إذن مرادف هات من الفكرة يريد هنا من الفكرة مرادف كلمة نفع طبعا هي كلمة أفادى أيضا مضاد كلمة مطلقة معناها أو المضاد طبعا إيه محدودة بعد ذلك كلمة جمع وقت أوقات كل هذا من هذه الفكرات أكمل ما يأتي لم يعود الطالب مضطرا إلى طبعا قطع المسافات لم يعود مضطرا إلى قطع المسافات من أجل إيه من أجل التعلم أصبح لدى الطلاب الآن أصبح لدى الطلاب الآن مصادر غير إيه؟ مصادر غير محدودة ببعضا هذه هي الإجابة مصادر غير محدودة كيف يمكن لمعلمك الاستفادة من التكنولوجيا في تعليم الطلاب هذا الجزء الخاص بالمعلم هنا أصبح يستطيع متابعة طلابه بكل سهولة وإرسال الشرح أو المادة العلمية إيه إليهم إلى آخره من خلال البرامج في أوقات إيه مختلفة من خلال الهاتف أو الحاسوب اذكر أثرا إيجابيا يجد هنا أثر إيجابي لما يرد بالفكرة للتكنولوجيا في مجال التعليم من طبعا الآثار الإيجابية البحث عن المعلومات البحث عن المعلومات بسرعة البحث عن المعلومات طبعا أيضا الوصول للإيه؟ الوصول إلى الكتب الكتب المتاحة السؤال التالي أدخل أذاته جزما على الفعل المضارع ثم أذكر علامة الجزم يقضي الحاكم بالإيه؟ يقضي الحاكم بالعدل مثلا إذا كنا لم أدخلنا لم هكذا فنحذف هذه الياء فنقول لم يقضي ضده تحتها كسرة يبه هكذا لم يقضي الحاكم بالإيه؟ بالعدل فنقول فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة الجزم حذف حرف العلة وهو الياء ولذلك هذه الكسرة تدل على الياء المحذوف يصل المدير إلى مكتبه مبكرا أيضا إذا أدخلنا لم فنقول لم يصل بدل الضمه نضع سكون هكذا يبه إذن فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون علامة الجزم السكون ولكن نلاحظ أن اللام اللام هنا ساكنة فهنا سوف يجتمع ساكنين فلذلك سوف نحرك هذا السكون إلى الكسر حتى نستطيع النطق بهذا الساكن وقد شرحت لكل ذلك الكلام بالتفصيل في درس الخاص بجزم الفعل المضارع فارجع عليه تستفيد الكثير النشاط الثالث أحدثت التكنولوجيا أحدثت التكنولوجيا تطورا واسعا تطورا واسعا في الاقتصاد هنا في مجال الاقتصاد بالعالم كله من خلال إطلاق ثورة في الصناعة والتجارة إذن كلمة أحدثت التكنولوجيا أحدثت بمعنى أنها أوجدت بمعنى أنها أوجدت طيب في الاقتصاد بالعالم كله من خلال إطلاق ثورة طبعا جمع كلمة ثورة تكون كلمة ثورات في الصناعة والتجارة ففي الصناعة هيبدأ مع الصناعة كيف حصل هذا التطور حولت الأنظمة الآلية المعقدة إلى أنظمة آلية بسيطة تحولت من معقدة شيء صعب إلى شيء بسيط وأيضا اخترعت الروبوتات الآلية التي حلت محل الإنسان البشري محل الأيدلي العاملة في القيام بالعديد من أعمال الصناعة الشاقة يكون بها طبعا الروبوت هذا في مجال الصناعة طيب أما في مجال التجارة سهلت التعامل التجاري على العاملين والبائعين والمشترين أيضا من خلال الوسائل المصرفية الإلكترونية إمكانية التبادل التجاري عرض السلع والبضائع من خلال إنترنت توفير فرص العمل من المنازل توسيع السوق على نطاق عالمي إذن كلمة أحداثة معناها أوجدت وهنا مضاد كلمة طبعا التطور هو التأخر والتخلف التأخر والتخلف ليس الإهمالي بإذن نختار الأولى والثانية مباشرة وجمع كلمة ثورة هي طبعا ثورات ضع علامة صح وعلامة خطأ حولت التكنولوجيا الأنظمة الآلية الصناعية إلى أنظمة معقدة بل بالعكس إلى أنظمة طبعا سهلة وميسرة بسيطة استطاعت التكنولوجيا توسيع السوق التجاري على نطاق عالمي إجابة صحيحة السؤال للتالي كيف سهلت التكنولوجيا التعامل التجاري على العاملين والبائعين والمشترين كيف سهلت التكنولوجيا ذلك من خلال طبعا الوسائل المصرفية الإلكترونية وإمكانية التبادل التجاري وكذلك عرض الصنع والبضائع من خلال إنترنت توفير فرص عمل من المنازل توسيع السوق على نطاق عالمي كل هذه الإجابة نكتوبها هنا بعد ذلك من أول هنا من خلال اذكر مجالين اذكر مجالين دخلت هما التكنولوجيا وغيرت مسارهما إلى الأفضل ذكرنا ذلك في القطع الأولى يمكن أن نقول مثلا مجال الطب مجال الهندسة مجال الاتصالات مثلا مجال التعليم الفلك كما ذكرنا في الدرس وهكذا إلى آخره مجالات مختلفة هات الجذر اللغوي لهذه الكلمة الجذر اللي هو الفعل طبعا الماضي اللي هو الثلاثة ثلاث حروف إذن كلمة حولت الحروف الأساسية هي الحا والوا والإيه واللام ننتقل إلى نشاط الرابع شهد العالم تطورا تكنولوجيا كبيرا في مختلف المجالات من تلك المجالات وسائل النقل فأصبحت وسائل النقل البرية البرية طبعا وسائل النقل لها أنواع منها البرية طيب أسرع وأكثر سلامة وأمنا أصبحت أسرعة وأكثر سلامة وأمنا بفضل تطوير تقنيات وأنظمة القيادة فيها وهذا أدى إلى تقليل نسبة حوادث السير الحوادث طبعا قلت كما انتشرت السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية فبالتالي قل الاعتماد على الوقود فانخفضت نسبة للتلوث لأن تلوث غالبا بجمدين من الوقود بتاع السيارات وأصبحت وسائل النقل الجوية إذن هنا البرية وهنا الجوية أصبحت أفضل فتمكننا من الوصول إلى أي مكان في العالم من خلالها وأصبح هناك طائرات بدون طيار بدون طيار لرصد يعني مراقبة إذن كلمة رصد معناها مراقبة رصد الحركة الجوية والتحكم فيها كما أصبح هناك إمكانية التصوير الجوي الذي يفيد في مجالات مختلفة ممكن نبعط طيارة بدون طيار وتصور لنا الأماكن اللي احنا عايزينها طبعا بتصريح معين مضاد كلمة قلة طبعا قلة كثرة ومفرد كلمة تقنيات إذن هي تقنية طبعا بتجديد العياء هكذا ضع علامة صح وعلامة خطأ بدخول التكنولوجيا أصبح النقل البرية أسرع ولكنه ليس أمنا طبعا هذا خطأ بل أصبح أسرع وأكثر سلامة وإي وأمنا صرنا الآن نصل إلى أي مكان جوا بفضل التكنولوجيا نعم بالفعل الإجابة صحيحة كيف أسمت التكنولوجيا في خفض نسبة التلوث الناتج عن وقود السيارات قلنا من خلال طبعا هذه السيارات التي انتشرت والتي تعمل بالطاقة الشمسية فبالتالي قل الاعتماد عن الوقود فانخفضت نسبة التلوث نكتب إلى هنا بعد ذلك اكتب أثرين إيجابيين للتكنولوجيا على وسائل النقل الجوي هنا تحدثنا عن النقل الجوي وقلنا أننا تمكننا من الوصول إلى أي مكان في العالم من خلالها وأصبح هناك طائرة بين طيار لرصد ومراقبة الحركة الجوية والتحكم فيها وأصبح هناك إمكانية التحكم طبعا التصوير الجوي الذي يفيده بنكتب هذا في هذا السؤال حدد نوع لا حدد نوع لا وذكرناها أيضا في الدرس الخاص بالأي بالجزم جزم الفعل المضارع ابحث عنه في القناة موجود وبالتالي والروابط طبعا موجودة في أسفل الفيديو حدد نوع لا في الجملتين وأعرف الفعل بعدها لا أسرف في الماء لا أسرف طبعا هنا ليس فيها ناهي وإنما لا هنا نافية لا نافية إذن لا نافية لا تؤثر فبالتالي يظل الفعل المضارع مرفوع لا أسرف في الماء إذن فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه طبعا الضمة لا تهمل حق الوالدة هنا لا نافية بينهى عن فعل شيء طلب الكف عن شيء إذن لا نافية جزمة إذن لا تهمل هكذا إذن هنا نافية وبالتالي الفعل المضارع يكون مجزوما فعل المضارع مجزوم على من جزمه السكون لأنه صحيح الآخر ونصل الآن إلى حل أسئلات اختبر نفسك على هذا النص المعلوماتي أيضا تابع حل هذه الصفحة طبعا مهمة جدا تابع معي حتى النهاية السؤال الأول يظن بعض الناس أن العلم والتكنولوجيا كيان واحد فقرين الاثنين يعني شيء واحد طيب وهذا ظن خطأ طيب مالإيه فالعلم هو المعرفة العلم هو المعرفة التي يتوصل إليها الإنسان ويكشف عنها ويكشف عنها من خلال طبعا الملاحظة الدقيقة للعوامل المحيطة بالبيئة والقيام بتطبيق التجارب العلمية على ذلك يبا هذا هو تعريف العلم يبا العلم عبارة عن معرفة بتوصل إليها الإنسان وطبعا بيكشفها من خلال النواة الملاحظة بيلاحظ الأشياء اللي بتحصل حواليه وبالتالي بيطبقها من خلال التجارب العلمية طيب أما للتكنولوجيا تعريفها إيه هي مجموعة الترائق العلمية التي نستفيد منها في تحقيق أو تطوير أمر ما من خلال أشياء مادية كالأدوات والأجهزة طيب يبا إذن الفرق برضو تاني يبا العلم هو مجرد معرفة يبا كما قلنا العلم هو المعرفة طيب أما للتكنولوجيا هي تطبيق لهذه المعرفة يبا إذن جميل جدا ده هنا باختصار شديد الفرق بين العلم والتكنولوجيا العلم عبارة معرفة والتكنولوجيا تطبيق لهذه المعرفة فالعلم يأتي أولا والتكنولوجيا تتبعه تأتي ثانيا أي أن العلم أي أن العلم أساس والتكنولوجيا فرع عنه يبقى إذا عايز أقولك إن إحنا لن يكون لدينا تكنولوجيا إلا طبعا إذا كان لدينا علم أولا ومعرفة هات من هذه الفقرة مرادف كلمة يريد الكلمة من الفقرة مرادف كلمة يظهر طبعا كلمة يكشف بعد ذلك مضاد كلمة الجهل طبعا دي يكشف ومضاد كلمة الجهل طبعا هي كلمة العلم العلم أكمل ما يأتي يظن بعض الناس أن العلم والتكنولوجيا كيان واحد العلم هو مجرد كما قلنا مجرد معرفة مجرد معرفة طيب والتكنولوجيا تطبيق لهذه المعرفة عرف التكنولوجيا كما فهمت من هذه الفقرة التكنولوجيا هي عبر عن مجموعة الترائق هذا هو التعريف تعريف التكنولوجيا هي مجموعة الترائق العلمية التي نستفيد منها في تحقيق أو تطوير وتطبيق يعني تحقيق أو تطوير أمر ما من خلال أشياء مادية كالأدوات والأجهزة بعد ذلك ما المقصود بمصطلح العلم العلم هو المعرفة هذا هو إجابة هذه إجابة السؤال العلم هو المعرفة التي يتوصل إليها إنسان ويكشف عنها يكشف عنها الإنسان يعني من خلال الملاحظة الدقيقة للعوامل المحيطة بالبيئة والقيام بتطبيق التجارب العلمية على ذلك ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثاني صوب ما تحته خطة طيب هنا الكلمة خطة يقول لا تؤدي ما عليك بإهمال طبعا لا هنا ناهية لا هنا ناهية فإذن ناهية يعني جازمة فبالتالي هذا الفعل الفعل المضارع مجزوم وعلامة الجازم حذف حرف العلة حذف حرف العلة إذن نحذف حرف العلة ويكتب الفعل كما هو بالدال إيه دال عليها شدة وكسرها فقط لتصبر لام هنا لام الإيه لام الأمر لام الأمر هذه لام والأمر إذن فعل مضارع مجزوم أيضا وعلامة مجزوم بلام الأمر وعلامة الجازم علامة الجازم ماذا السكون ليس هنا الفتحة يعني بل quien تجزم السكون لأنه طبعا صحيح لآخر هنا كانت علامة الجازم حذف حرف العلة حذف حرف العلة أما هنا فالعلامة هي السكون لأنه صحيح الآخر هنا حرف العلة لأنه معتل هنا السكون لأنه صحيح هنا معتل وهنا صحيح طيب هو لا يريد كل هذا ولكن التصويب أن تكتب هذه الكلمة وهذه الكلمة بهذا الشكل اللي هي بدل الفتحة السكون أجب كما هو مطلوب بين القوسين هنا يريد فعل مضارع مناسب للجملة المدير لم يصل مثلا كلمة مناسبة لم يصل حفلة التكريم لسا ما وصلش أو كلمة أخرى مناسبة طيب واضبطه طبعا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الأخ اعمل لذات من أدوات النصب اعمل حتى أو كي مثلا أو حتى تصيله تصيله إلى النجاح يبا إذا انتصل فعل مضارع منصوب بكي مثلا أو حتى وعلامة النصب الفتحة أخوك على النجاح فعل مضارع مرفوع نقول مثلا فعل مضارع أخوك على النجاح مثلا يحرص تمام فعل مناسب يحرص أخوك على النجاح يبا هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة اجعل الفعل يتفوق منصوبا مرة ومجزوما مرة في جملتين من عندك نقول مثلا يريد منصوب مرة ومجزوما مرة ففي حالة الجزم أقول لن يتفوقا لن يتفوقا الكسول مثلا لن يتفوقا هكذا طيب في حالة الجزم ندخل مثلا هذا الجزم فنقول لم يتفوقا الكسول أو أي كلمة أخرى يبا اذا هنا نقول لم لن يتفوقا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة هنا لم يتفوق فعل مضارع مجزو بلم وعلامة جزمه السكون هكذا ولكن اذا كنا الكسول هكذا يبا اذا يحرك هذا السكون إلى الكسر منع الالتقاد السكني اكمل كل جملة بكلمة بها همزة متوسطة يريد كلمة يكون بها همزة متوسطة هذا الشرط أنا فائز مثلا فائز هكذا همزة متوسطة ترسم على نبرة أنها مكسورة وقبلها طبعا ألف مد أنا فائز بالمسابقة الفقير الناس الفقير الناس مثلا يسأل لو كنا كلمة يطلب ما فاش همزة يسأل ترسم أيضا على الألف هنا الهمزة يبا الهمزة هنا على نبرة مكسورة قبلها مد هنا ترسم على الألف لماذا يسأل الهمزة مفتوحة وقبلها ساكت الصحفي الخبر الصحفي الخبر إذا كنا مثلا يكتب أو ينشر ما فاش همزة بإذن كلمة يؤكد مثلا يؤكد طيب رسمت لماذا على الوا والهمزة لأن ما قبلها مضموم ده الأهم هي مفتوحة ولكن الأهم إن قبلها مضموم فترسم على ما يناسب طبعا ليه الضمة وهو حرف الواو تابع معي في الفيديو القادم التعبير الكتابيين نتعلم كتابة مقال لاقتراح حل لمشكلة وكذلك درس النحو القواعد النحوية درس مهم جدا وهو درس الأفعال الخمسة ما الأفعال الخمسة وكيف نعرفها تابع معي أيضا في الفيديوهات القادمة في النهاية شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع أتمنى لكم كل التوفيق لا تنسى في النهاية الاشتراك في القناة كذلك مشاركة هذا الفيديو مع الآخرين أيضا الإعجاب بهذا الفيديو تفعيل الجرس حتى يصل إليك كل جديد وادخل على قوان التشغيل تجد يعني في قوان التشغيل خاصة بالصف السادس تجد كل الدروس طبعا مرتبة ومنظمة تصل للدرس الذي تريده بكل سهولة وبسوطة وأرسل لنا رأيك اكتب لنا رأيك وتعليقك على ما نقدمه شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته